فقد توارد إلينا بأن فخامة السيد رئيس الجمهورية الأستاذ الدكتور عبداللطيف رشيد المحترم ومكتبه الموقر سجلوا ملاحظات على آخر حديث ظهر فيه فضيلة الشيخ عدائل غريري في برنامج استوديو التاسع وإنني أود أن أقول لفخامة السيد رئيس الجمهورية الذي كان لي الشرف أن ألتقيه مباشرة وأن أتحدث معه في قرية بارزان عندما تشرفنا في افتتاح متحف البارزاني الخالد ويريد تعرض للقطة التي كان فيها فخامة الرئيس إننا يا فخامة الرئيس نحترم من يتولى مسؤولية رئاسة جمهورية العراق لأننا عراقيون ولأن البلد هو بلدنا وإن ملاحظاتكم التي سجلتموها أنتم أو مكتبكم الموقر اسمح لي سيادة الرئيس لم يكن بهذا المعنى وحتى فضيلة الشيخ عدائل غريري لم يكن في رسائله التي تحدث عنها إلا ما يسمعه كإمام وخطيب لصلاة الجمعة يتواصل مع المواطنين يوميا الذين يسألونه عن دور رئيس الجمهورية وعن واجباته فهو تحدث بما يسمعه ولم يكن هناك أي قصدية أو استهداف لمنصب الرئيس الجمهورية أو لشخصكم الكريم وإنما عندما نعيد استماع المقطع وأنا أسأله إن كان يعرف رئيس الجمهورية لأن هذا ما يطرح من أبناء شعبنا فهو أجاب أنني لا أعرف إلا هذه الحقيقتين أو هذه المعلومتين التي يسمعها من الإعلام وخلي نذكر بها أردس على الفضيلتك شو اسم رئيس الجمهورية؟ عبدالله طيف رشيد شو تعرف عن رئيس الجمهورية؟ والله أعرف عن رئيس الجمهورية طلعوا لصورتين عثر بيهم يم الطيارة وعثر بيهم السجادة الحمراء كل شيء ماكوه خلاص لا أسمع منه ولا أرى ولم أسمعه يتكلم شون لا أسمع لا أرى لا يتكلم وإذن يا فخامة الرئيس المشكلة هي مشكلة إعلام وأنا أرجو من مكتبكم الموقر ومن ديوار رئيس الجمهورية الموقر أن يسعى للتفاعل الإيجابي مع الإعلام لإيصال كل ما يتعلق بنشاطات السيد الرئيس الجمهورية إلى العراقيين إلى أبناء شعبنا العراقي فمن غير الممكن أننا نلاحق الفضائيات الأخرى كما كانت بنشاطكم الأخير في المملكة الأردنية الهاشمية لنأخذ الخبر من الفضائيات الأردنية على سبيل المثال لنشهد أن السيد الرئيس الجمهورية وعقيلته السيدة الأولى كانوا في حفل زواج سمو أمير الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولعهد المملكة الأردنية الهاشمية إذن نرجو أن يكون هناك تفعيل لدور الإعلام المتعلق بنشاطات رئيس الجمهورية ونحن نعلن من استوديو التاسعة ومن قناة الفلوجة الفضائية الغراء بأننا على الهواء مباشرة مستعدون لتغطية كافة نشاطات السيد الرئيس الجمهورية وإصالها للمواطين فإن أراد فيمكننا أن نخصص فريق تلفزيوني يرافق السيد الرئيس الجمهورية في كل نشاطاته داخل وخارج العراق وفي كل زياراته وهذا الفريق يعمل كفريق متخصص لنقل نشاطات السيد الرئيس الجمهورية العراقين جميعا فأن نود بذلك فقناة الفلوجة الفضائية ستعمل على ذلك من اللحظة كما أننا نعلن عبر استوديو التاسعة بأن قناة الفلوجة الفضائية يسرها أن تبادر لتكون أول فضائية عراقية وعربية وعالمية لإجراء حوار تلفزيوني مع فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف رشيد وليحدد الموعد وإن كان يود الحوار أن يكون مع أنور الحمداني أو مع غيره من مقدبي البرامج فإن قناة الفلوجة مستعدة لذلك